اشتركوا في القناة النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنشتغل بلوزة بغرزة حلوة قوي من الغرز المجسمة نفس الغرزة دي على الفيديو السابق اشتغلنا بها شال بالشكل اللي احنا شايفينه فاذا ما شفتهوش معايا او بالتابعين اللي اول مرة هسيبلك اللينك متوفر اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس النهاردة هنشتغل من نفس الغرزة بلوزة كده هنعرف ازاي نعملها خطوة بخطوة وكمان هنعرف ازاي نشتغلها بكل الاياسات ازا حابة كمان ممكن تشتغليها بكم كامل وتستخدميها كبلوفر قبل ما نشوف باترون النهاردة خلينا نذكر كل حبيبي واصدقائي في كل مكان اننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات مختلفة كتير من الملابس فاذا ما شفتهاش معايا او بالتابعيني لأول مرة هسيبلك اللينك الرئيسي متوفر اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس من خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وهتقدري تتبعي كل الاشغال والتطبيقات اللي اشتغلناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة اللي هستخدمها هستخدم خيوط صوف بلونين مختلفين بالشكل اللي احنا شايفين وكده وهتشتغل عليها بابرة رقم 3 مليمتر هستخدم رقم 3 مليمتر علشان الخيوط اللي عندي من اصدار شركة باريس طبعا باريس بتنزل تخانات مختلفة من الاصواف ده صوف رفيع نوعا ما وعشان كده هتستخدم عليه ابرة صغيرة اذا هتستخدمي معايا نفس البطرون وتشتغليه من الخيوط السميكة او متوسطة السمكة تقدري تشتغلي بتلاتة ونص اربعة زي ما تحبي وزي ما يكون مريح بالنسبالك على صمك الخيط اللي عندك انا زي ما قلتلكو هشتغل برقم 3 وهحتاج لابرة التنظيف والمقص اي ماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل وكمان لوحدة قياس بالسنتيمتر علشان نعرف ناخد المقاس اللي هنشتغل عليه الخطوة هبتدي اعملها هاخد المقاس اللي هشتغل عليه بوحدة قياس بالسنتيمتر بالشكل ده كده وبنلف بالمزورة حوالين محيط دوران الرأس الرقم اللي بيتل عندنا هنا على نهاية الدائرة هو ده رقم البداية اللي المفروض اشتغل عليه سلسلة السطر الاول هشتغل سدر مربع وبالتالي لازم سلسلة البداية تكون من رقم يقبل الاسم على اربعة فبارتفع بالسلسلة لحد ما توصل على مقاسي بشكل طبيعي وبعد السلاسل بتاعتي كويس اما بزود سلاسل او بنقص سلاسل لكن بزبط رقم يقبل الاسم على اربعة عشان اقدر اقسم بشكل سليم طبعا احنا كنا شرحنا مسبقا حساب وتقسيم الصدر المربع به تلات طرق مختلفة فاذا ما شفتهوش معايا او بتابعيني لاول مرة هسيبلك اللينك متوفر اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس تقدري تشوفيه وتختاري الطريقة لاسهلك في التقسيم انا بالنسبالي هنا هشتغل النهاردة مقاسي لبس من 8 والحد 12 سنة نفس المقاسي اللي هنشتغل ويلبس معاك من 8 سنوات والحد 12 سنة طبعا باطوال مختلفة على القطع فانا هنا كده هاخد حلقة بداية بشكل طبيعي هاخد من الخيط 1-2 بالشكل ده كده فالله هيرتفع معايا على نفس المقاسات دي هنرتفع على سلسلة البداية ب72 غرزة سلسلة لو هتشتغلي مقاسات مختلفة هينزلك دلوقتي جدول علي مقاسات مختلفة كل اللي عليك تعمليه بتختاري او بتشتغلي سلسلة البداية المناسبة على الاياس بتاعك وبعدين ترتفع معانا بنفس الخطوات انا هنا كده هرتفع ب72 غرزة سلسلة فهسحب من الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة وهقرر بنفس الطريقة كده وارتفع لحد ما كون 72 غرزة ارتفعنا ب72 غرزة سلسلة زي ما احنا شايفين مع بعض كده ده احط المركات للتقسيم بتاعنا بنقسم ازاي زي ما قلتلك كده الرقم مقسوم على الاربعة انا عندي 72 غرزة اسمتهم على الاربعة فيها 18 غرزة ازا الاضلاع كلها اضلاع متساوية على كل دلع فيه 18 غرزة فاخدت 18 كده من البداية وعلى ال 18 علامة 18 وعلى ال 18 علامة 18 وعلى ال 18 علامة وهيتبقى معايا على الدور 18 غرزة طبعا هنستخدم السلسلة بتاعتنا فيه يعني دايرة مغلقة وبالتالي التقسيم بتاعنا بالشكل ده اي رقم هتغضيه من على الجدول هتقسميه معايا على اربع اضلاع بشكل متساوي كده ونبتدي نرتفع على الخطوة اللي جاية هاجي من على بداية الدور هتأكد انه السطر بتاعي على اتجاه واحد بالشكل ده كده والحد النهاية وهروح على اول غرزة واقفل الدايرة بتاعتي بمنزلقة هدخل على اول غرزة اشتغلتها على الدور بالشكل ده كده وهسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة اصبح عندي دايرة مغلقة زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا هشتغل صدر مربع حطيت المركات بتاعتي والصدر مفتوح اذا اصبح عندي 3 زوايا اهو المفروض يكون عندي الزاويا الرابعة هي البداية بتاعتي تمام يبقى مكان البداية هي الزاوية الاولى بالنسبالي فهرتفع بعد المنزلقة اللي قفلت بيها كده هرتفع بتلت سلاسل هاعتبرهم اول عمود بلفة وهلف الخيط على الابرة على نفس الغرزة هي هي في نفس مكان الارتفاع وهسحب عمود بلفة من العمود العادي اللي هو 3 حلقات وبشتغلوا حلقتين فحلقتين اخد سلسلتين بالشكل ده كده ولف الخيط على الابرة في نفس المكان هرجع اكون كمان عمودين ادي العمود الاول والعمود التان اذا انا اشتغلت زاوية مكونة من عمودين سلسلتين عمودين بالشكل ده كده ودي تبقى اول زاوية معي هعمل ايدي الواقسي على كل جرزة هتقابلني هشتغل بجرزة العمود بلف ممكن بداية الخيط دي اخدها معي علشان تختفي بالمرة هلف الخيط على الابرة وادخل على الغرزة اللي جاية وعليها الدور اسحب عمود بلفة من نفس العمود حلقتين فحلقتين وطبعا بالبنات المبتدئة ممكن قوي ان انا على منتصف الزاوية احط العلامة بتاعتي عشان اعرف ان ده المكان الرابع على الزاوية اللي موجودة معي تمام يبقى انا من مكان ما انا موجودة هكمل الشغل بتاعي على كل جرزة هتقابلني بشتغل جرزة عمود واحدة والحد ما وصل على المارك اللي جاي جرزة عمود بلفة فوق كل جرزة كده ووصلت على المارك هشيل المارك بالشكل ده كده واشتغل زاوية من نفس الزاوية اللي اشتغلناها على البداية هلف الخيط على الابرة وعلى كرزة المارك هشتغل عمودين بلفة من نفس العمود هذي العمود الاول العمود التاني هاخد سلسلتين واحد اتنين وفي نفس المكان ارجع اشتغل كمان عمودين واحد اتنين اذا اشتغلت من نفس الزاوية كده عمودين سلسلتين عمودين وممكن او ان انا ارجع المارك على المنتصف مرة تانية هاجي اكمل بنفس طريقة العمل كده على كل جرزة جاية هاشتغل جرزة عمود واحدة بالشكل ده كده والحد ما اوصل على المارك اللي جاي علشان اشتغل من نفس الزو وصلت على المارك برضو هشيل المارك واشتغل زاوية من نفس الزاوية كده هلف الخيط وانزل على جرزة المارك هاشتغل عمودين واحد اتنين بعدين هاخد سلسلتين واحد اتنين وفي نفس المكان ارجع اكون كمان عمودين ادي العمود الاول والعمود التان هرجع المارك على منتصف الزاوية مرة تانية وهكمل الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين انا بقرر بنفس الطريقة كده اي جرزة بتقابلني بنشتغل به جرزة العمود بلفة فقط على مكان المارك هو اللي بشتغل عليه الزاوية يبقى اذا انا هكمل كده بجرزة العمود جرزة فوق كل جرزة وهنا هاشتغل زاوية وبعدين جرزة فوق كل جرزة ونوصل على بداية الدور وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين اصبح معايا شكل مربع كده هبتدي دلوقتي على النهاية اقفل منزلقة بعد اخر جرزة اشتغلت عليها اخر عمود هروح على سلاسل الارتفاع اللي في البداية عد واحد اتنين وفي تالت سلسلة هدخل بالشكل ده كده اصحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة علشان ارتفع للدور اللي جاي بيكون ارتفاع سليم دايما على بداية الدور لازم انتقل على منتصف اول زاوية معايا فمن مكان ما احنا موجوزين هنا كده هاشتغل كمان منزلقة على اول غرزة بتقابلني ثم المنزلقة الاخيرة هاشتغلها على منتصف الزاوية انا هنا كده هدخل لون جديد وعشان كده المنزلقة دي هاشتغلها من لون مختلف بس اذا هتشتغل من نفس اللون بتسحبي وتشتغلي منزلقة علشان تبقي في مكان الارتفاع السليم فانا في اخر منزلقة بالشكل ده كده هدخل لون تاني فهسحب جوه الفراغ الزاوية بالشكل ده كده هدخل اسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة وهفصل الخيط ده لاني مش هشتغل به تمام دلوقتي اصبح معايا اللون اللي هشتغل منه واصبحت على منتصف الزاوية اذا ارتفاعي للدور اللي جاي سليم هعمل ايه هرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة يفترض ان انا لازم اشتغل من نفس الزاوية كنت بعمل ايه الارتفاع بيعتبر اول عمود وبعدين هلف الخيط على الابرة واشتغل عمود بلفه نفس العمود حلقتين فحلقتين مع الارتفاع يبقوا اتنين بس المكان هكون كمان عمودين ادي العمود الاول العمود التالي اشتغلت من نفس الزاوية على بداية الدور كده والمفروض ان انا على كل دور لازم اشتغل بنفس الطريقة تمام هاجي دلوقتي اعمل ايه طبعا بننقل المارك بتاعنا على منتصف الزاوية الجديدة بالشكل ده كده واكمل الشغل بتاعي هنبتدي نرتفع من الورزة اللي هنشتغلها عبارة عن سطرين السطر الاول منها حروف فيه وبعد كده السطر التاني بنشتغل الغرزة فانا على السطر ده هكون حروف الفي فهلف الخيط على الابرة وعلى الغرزة الاولى بداية من بعد الصدفة كده هعد واحد اتنين تلاتة وعلى الغرزة رقم اربعة هكون غرزة عمود بلفة بالشكل ده من نفس العمود حلقتين فحلقتين هاخد سلسلتين وفي نفس الغرزة هي هي وارجع اكون كمان عمود يبقى انا اشتغلت حرف فيه بالشكل ده كده مكون من عمود سلسلتين عمود هقرر بنفس الطريقة الف الخيط على الابرة هفوت واحد اتنين تلاتة وعلى الغرزة رقم اربعة هاشتغل من نفس حرف فيه عمود سلسلتين وكمان عمود على نفس المكان ومن نفس الطريقة هقرر لحد ما وصل على المارك بالف الخيط افوت تلات غرز وعلى الغرزة رقم اربعة هكون حرف فيه عمود بلفة سلسلتين وكمان عمود على نفس الغرزة الف الخيط وهفوت تلاتة وعلى الغرزة رقم اربعة بنفس الطريقة كده هشتغل عمود سلسلتين وكمان عمود على نفس الغرزة بقى اشتغلت حرف V زي ما احنا شايفين قررت من نفس حرف V كده ولحد ما وصلت على غرزة الزاوية اللي معايا تمام المفروض ان انا هفوت بقى الغرز اللي موجودة معايا واروح مباشرة على غرز الصدفة واشتغل من نفس الزاوية هي هي هروح على المنتصف كده اشتغل عمودين واحد اتنين بالشكل ده كده اخد سلسلتين وفي نفس المكان هكون كمان عمودين ازي العمود الاول والعمود التان ازا انا اشتغلت من نفس الزاوية على منتصف الزاوية وهقرر بنفس طريقة العمل على كل الاضلع باشتغل حروف V لكن لما بتقابلني الزاوية باشتغل من نفس الزاوية فمن مكاني هنا كده هرجع اقرر من جديد بحروف V فهلف الخيط واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة هكون حرف V مكون من عمود سلسلتين وكمان عمود بنفس المكان هفوت ثلاث غرز وعلى الغرزة الرابعة حرف V وهكذا والحد ماوصل على منتصف الزاوية اقررت بنفس الطريقة ووصلت على الزاوية هلف الخيط بالشكل ده كده من اخر حرف V واروح على منتصف الزاوية اشتغل عمودين بلفة واحد اتنين اخد سلسلتين وفي نفس المكان كمان عمودين اذي واحد اتنين وهكرر بنفس الطريقة كده على مدار الدور كله من الزاوية اللي بشتغلها هاجي على الدور وفوت واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة حرف V مكون من عمود سلسلتين عمود اذي العمود الاول سلسلتين وفي نفس المكان كمان عمود وهكرر على كل رابع غرزة بشتغل حرف V والحد الزاوية بشتغل زاوية بعدين هكرر بحروف V والحد النهاء بالدور كله بنفس طريقة العمل زي ما احنا شايفين مع بعض كده على كل زاوية زاوية وعلى الاعمدة في حروف V كل رابع غرزة زي ما احنا شايفين وصلت على النهاية هاجي بعد اخر حرف V كده افوت الغرز اللي موجودة معايا وعلى تالت سلسلة في سلاسل الارتفاع اللي على البداية وهقف الغرزة منزلقة وانهيئ الدور زي ما قلنا مع بعض كده انه لازم يكون ارتفاعي سليم لما اوصل على منتصف الصدفة واشتغل من نفس الصدفة فعلى اول غرزة بعد المنزلقة اللي قفلت بيها الدور هاشتغل كمان منزلقة ثم المنزلقة التالتة باشتغلها على منتصف الصدفة بالشكل ده كده ابقى مكاني للارتفاع سليم هرتفع واشتغل من نفس الصدفة بتلت سلاسل هعتبرهم اول عمود ولف الخيط على الابرة وانزل بجانب الارتفاع واشتغل عمود بلفة مع الارتفاع يبقوا عمودين اخد سلسلتين وفي نفس المكان ارجع اكون كمان عمودين واحد اتنين كيبه انا اشتغلت صدفة جديدة بالشكل ده كده اما على حروف ال V هنبتدي نشتغل بشكل مختلف هنكون الغرزة اللي هنشتغلها فمن الزاوية بالشكل ده كده وهلف الخيط على الابرة واخد سلسلتين واحد اتنين بالشكل ده منساش انه من هنا ورايح كل زاوية هنشتغلها يبقى فيه قبلها سلسلتين وبعدها سلسلتين ده التزايد بتاعنا إيه اللي هنشتغل به تمام يبقى سلسلتين من بعد الزاوية كده وهروح على اول حرف V معايا وهلف الخيط على الابرة وهشتغل على العمود الاول لحرف V بريد اماني هلف الخيط على الابرة بالشكل ده كده واسحب بريد اماني بنزل اسفل العمود واسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين إذن ارتفعت ببريد امامي على العمود الاول لحرف V جوه حرف V نفسه هنشتغل تلاتة عمود بلفة من نفس العمود ادي العمود الاول التاني التالت اشتغلت تلاتة ورزة عمود بلفة اخد سلسلة وفي نفس المكان هرجع اكون كمان تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة إذن جوه حرف V نفسه اشتغلت ستة عمودة تلاتة سلسلة تلاتة بنفس الطريقة كده هاجي على نهاية حرف V نفسه واشتغل زي ما بدأت كده بدأت ببريد امامي على اول عمود لي يبقى على اخر عمود لحرف V برضو هاشتغل بريد امامي هلف الخيط على الابرة وانزل اسفل العمود بالشكل ده كده يبقى العمود معايا على الابرة واسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين يبقى دا شكل الغرزة بتاعتي كده وهبتدي اقرر بنفس طريقة العمل على كل حرف V هيقابلني بنشتغل بريد امامي على العمودين لكن في المنتصف بنشتغل ستة ورزة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة فهلف الخيط وعلى الحرف V اللي جاي وعلى العمود الاول منه هنزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط واشتغل بريد امامي بعدين هلف الخيط وجوه حرف V نفسه هاشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة هاخد سلسلة وفي نفس المكان هرجع اكون كمان تلاتة واحد اتنين تلاتة يبقى انا اشتغلت ستة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة جوه حرف V كده على حرف نفسه على العمود الاخير ليه وهكون بريد امامي بلف الخيط على الابرة العمود بتاعي بشتغله بشكل امامي كده من اسفل العمود هسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين زي ما احنا شايفين مع بعضه هبتدي اقرر على مدار الحروف الفي اللي معايا كلها والحد ماوصل على الزاوية بنفس طريقة العمل بريد امامي على اول عمود من حرف الفي بالشكل ده كده وجوه حرف الفي تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اشتغلت ستة عمود جوه حرف الفي على اخر عمود منه بالشكل ده كده وهشتغل وهنهي ببريد امامي هسحب العمود حلقتين فحلقتين بنفس الطريقة كده وهنقرر على اخر حرف في لحد ما نوصل على الزاوية وصلت على الزاوية زي ما احنا شايفين اشتغلت على حروف الفي بنفس الطريقة كده قبل ما اشتغل الزاوية بعمل ايه؟ باخد سلسلتين بعد اخر غرزة اشتغلت عليها هياخد سلسلتين والسلسلتين ده زي ما قلتلكم كده هيبقوا سبتين معايا على مدار التقسيمة كلها ليه كل ما يجي أشتغل السطر اللى فى الغرزة دي كده قبل الزاوية باخد سلسلتين وبعد الزاوية باخد سلسلتين يبقى من اخر غرزة اخدنا سلسلتين هنروح على منتصف الزاوية ونشتغل من نفس الزاوية ادي واحد اتنين اشتغلت على منتصف الزاوية عمودين اخد سلسلتين وفنفس المكان هرجع اكون كمان عمودين ادي العمود الاول العمود التان اشتغلت من نفس الزاوية كده بالشكل ده كده هاخد سلسلتين واحد اتنين دول السلسلتين اللي بعد الزاوية اهم واروح على حروف ال V واشتغل بنفس طريقة العمل اللي بشتغل بيها بلف الخيط على الابرة اول عمود هنشتغله بريد امامي بالشكل ده كده وجوة حرف ال V بنشتغل تلاتة عمود واحد اتنين ثلاثة سلسلة واحدة بس ونرجع نكون كمان ثلاثة عمود بلف ادي العمود الاول الثاني والثالث يبقى انا اشتغلت جوه حرف الفي ستة اعمدة عبارة عن ثلاثة سلسلة ثلاثة بالشكل ده بننهي حرف الفي ببريد امامي زي ما ابتدين عليه على اخر عمود منه بنزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط والعمود بتاعي بارتفع به بشكل طبيعي حلقتين فحلقتين زي ما احنا شايفين مع بعض كده هقرر على كل حروف الفي والحد ما وصل على الزاوية اشتغلت بنفس الطريقة على حروف الفي وصلت على الزاوية قبل ما اشتغل الزاوية اخد سلسلتين واحد اتنين وهاشتغل على منتصف الزاوية من نفس الزاوية عمودين واحد اتنين اخد سلسلتين وفي نفس المكان هكون كمان عمودين ادي العمود الاول والتاني ابقى انا اشتغلت على منتصف الزاوية من نفس الزاوية بالشكل ده كده بعد الزاوية اخد سلسلتين واحد اتنين وانتقل على حروف الفي واشتغل بنفس الطريقة وهرجع اقرر بنفس شكل العمل كده هنشتغل على حروف الفي واشتغل على منتصف الزاوية زاوية بس ما نساش اني باخد سلسلتين قبل وسلسلتين بعد وهكرر والحد النهاية وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض كده اصبحت شكل القطعة بتاعتي كل باترون الغرزة اللي بنشتغلها عبارة عن تقرار للسطرين دول السطر هنكون فيه حروف الفي والسطر التاني هنشتغل على حروف الفي بنفس الطريقة وطبعا بنحافظ على الاربع زاوية بنشتغل على منتصف كل زاوية من نفس الزاوية كده اربع عمدة عمودين سلسلتين عمودين ملهمش لعوة باي غرزة بنشتغلها تمام فانا هنا كده في نهاية الدور وهبتدي اقرر على الدور اللي جاي حروف الفي فهعمل ايه على النهاية قبل مقفل منزلقة ما نساش ابدا ان فيه سلسلتين قبل الزاوية في سلسلتين بعد الزاوية وسلسلتين قبل الزاوية يبقى من اخر غرزة اشتغلتها كده ارتفع سلسلتين واقفل منزلقة وانهي الدور على سلاسل الارتفاع بالسلسلة رقم 3 وهاشتغل غرزة منزلقة بعدين علشان يكون ارتفاعي سليم لازم انتقل بمنزلقة في منزلقة لحد منتصف اول زاوية معي ازي المنزلقة الاولى على الغرزة اللي بتقبلني وبعدين على منتصف الزاوية هاشتغل كمان منزلقة اصبح مكاني للارتفاع سليم واقدر ارتفع من نفس الزاوية كده هرتفع 3 سلاسل اول عمود معي والف الخيط على الابرة واشتغل عمود بلفة مع الارتفاع يبقوا عمودين اخد سلسلتين وفي نفس المكان هكون كمان عمودين واحد واثنين طيب انا اشتغلت على منتصف الصدفة من نفس الصدفة كده ودول سبتين معايا ما بيتغيروش طيب بعد الصدفة لازم اخد سلسلتين ما انسهمش تمام بعد كده هقرر بحروف ال V هاشتغل حروف ال V ازاي على السلسلتين السابقين على السطر السابق شايفين السلسلتين اللي بعد الزاوية اللي انا وقف عليها هاشتغل اول حرف V وعشان كده لازم نعرف انهم مهمين جدا لو ما بتشتغلهمش يبقى مكان التزايد اللي موجود على كل سطر مش موجود تمام يبقى انا على اول سلسلتين معايا هون بعد الزاوية هلف الخيط على الابرة وفوت السلسلة الاولى وعلى السلسلة رقم اتنين اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة من العمود العادي حلقتين فحلقتين اسحب سلسلتين وفي نفس المكان ارجع اكون كمان عمود اذا اشتغلت نفس الحرف V اللي كنت باشتغله بالشكل ده كده عبارة عن عمود سلسلتين عمود وده كده يبقى اول حرف V على الدور بعد كده هعمل ايه على منتصف كل غرزة هتقابلني فاكرين كنا بنشتغل ستة اعمدة هنا تلاتة سلسلة تلاتة على السلسلة اللي في المنتصف دي وهبتدي اكون حروف V هدخل على المنتصف الغرزة في الفراغ هو اشتغل عمود سلسلتين كمان عمود في نفس المكان ابقى كونت حرف V بالشكل ده كده وهقرر على منتصف الغرزة اللي جاية على سلسلة الفراغ اللي في المنتصف كده وهسحب عمود سلسلتين وكمان عمود وهقرر على منتصف الغرزة اللي جاية برضو بنفس حرف V ادي عمود سلسلتين وكمان عمود على منتصف الغرزة اللي جاية بنفس الطريقة في فراغ السلسلة هشتغل عمود سلسلتين عمود بالشكل ده كده ابقى وصلت لحد الزاوية شايفين على منتصف كل غرزة تمام اخر غرزة حرف V معايا هتبقى على السلسلتين اللي قبل الزاوية تمام فهجي على اول سلسلة منهم بالشكل ده كده شايفين اللي جنب الغرزة على طول وهشتغل حرف V من نفس حروف V اللي باشتغلها عبارة عن عمود سلسلتين وكمان عمود على نفس المكان يبقى ده اخر حرف V معايا قبل الزاوية بالشكل ده كده تمام اشتغلت على منتصف كل غرزة معايا واشتغلت على السلسلتين اللي هنا والسلسلتين اللي هنا اللي قبل الزاوية واللي قبل الزاوية هنا كده وصلت على الزاوية بتاعتي كل اللي انا هعمله هشتغل من نفس الزاوية اما ارتفعت به حرف ال V كده ما نساش اشتغل السلسلتين تمام واشتغل على منتصف الزاوية ادي العمود الاول وبعدين العمود التاني اخد سلسلتين وفي نفس المكان هشتغل كمان عمودين واحد اتنين ابقى ارتفعت على الزاوية بنفس الطريقة كده بعد الزاوية بعمل ايه اخد السلسلتين وبعدين هشتغل اول حرف في على السلسلتين اللي بعد الزاوية على السطر السابق افوت اول سلسلة وعلى السلسلة التانية اللي هي جنب اول غرزة واشتغل عمود بلفة سلسلتين وكمان عمود بلفة كونت حرف الفي وهكرر بنفس حرف الفي كده على منتصف كل غرزة هتقابلني على منتصف الغرزة في سلسلة الفراغ اللي ما بين الستة عامدة السابقين وهاشتغل عمود سلسلتين وكمان عمود وهكرر على منتصف كل غرزة كده والحد ما وصل على الزاوية اللي جاي فمنتصف كل غرزة واشتغلت من نفس حروف ال V كده وصلت على اخر غرزة اخر حرف بي بي باشتغله فين باشتغله على السلسلتين اللي قبل الزاوية على السلسلة اللي جنب الغرزة على طول بالشكل ده كده وهاشتغل من نفس حرف ال V عمود سلسلتين كمان عمود وده بالنسبة لي بقى اخر حرف V قبل الزاوية وصلت على الزاوية اخد السلسلتين اللي قبل الزاوية واشتغل في المنتصف من نفس الزاوية هي هي عمودين سلسلتين عمودين هادي العمود الاول التاني سلسلتين وفي نفس المكان اكون كمان عمودين واحد اثنين بنفس طريقة العمل اخد السلسلتين اللي بعد الزاوية وهاجي على أول سلسلتين معايا أكون حرف V هنا كده وبعدين على منتصف كل جرزة حرف V أجي على السلسلتين اللي قبل آخر غرزة زاوية وهاشتغل آخر حرف V ونرجع على بداية الدور وصلت على نهاية الدور آخر حرف V هاشتغل وهاشتغل على السلسلتين اللي قبل آخر زاوية معايا شايفين اشتغلت على آخر غرزة في المنتصف كده حرف V آخر حرف V معايا هيبقى على السلسلتين اللي قبل الزاوية اللي باقفل فيها منزلقة تمام؟ ما نساش اشتغله دوت التزايد بتاعي اللي بيخلي القطعة تكبر معايا بشكل مزبوط ادي عمود سلسلتين وكمان عمود ده كده آخر حرف V قبل ماقفل منزلقة بعمل ايه؟ باخد السلسلتين اللي قبل الزاوية تمام؟ سلسلتين بعد الزاوية وسلسلتين قبل الزاوية ما نساش اخد السلسلتين كده وهاجي على سلاسل الارتفاع اللي في البداية واقفل على السلسلة رقم 3 جرزة منزلقة وانهي الدور وعشان ارتفع للدور اللي جاي بشكل سليم كالعادة هنتقل بمنزلقة على اول جرزة بتقابلني ثم منزلقة على منتصف الصدفة او منتصف الزاوية علشان اقدر ارتفع من نفس الزاوية تمام؟ على الدور اللي جاي بعمل ايه؟ هشتغل بقى الغرزة بتاعتي على حروف الفي اللي كنت باشتغل بعمل ايه؟ ارتفع على الزاوية بشكل طبيعي 3 سلاسل واشتغل عمود بلفة جانب الارتفاع يبقوا اتنين اخد سلسلتين وفي نفس المكان ارجع اكون عمودين واحد اتنين ابقى انا اشتغلت الزاوية على منتصف الزاوية بالشكل ده كده اخد السلسلتين واحد اتنين بالشكل ده وهشتغل على حروف الفي اللي موجودة معايا كنت باشتغل عليها ازاي؟ زي ما اشتغلنا عليها على السطر ده كده كنا بنشتغل علي العمود الاول بريد امامي فهنزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب بريد امامي جوه حرف الفي نفسه بنكون ستة عمود تلاتة سلسلة تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة اخد سلسلة وفي نفس المكان ارجع اكون كمان تلاتة واحد اتنين تلاتة اشتغلت ستة عمود بلفة جوه فراغ حرف الفي كده تلاتة سلسلة تلاتة هني حرف الفي زي ما ابتديته بريد امامي على اخر عمود ليه شايفين اشتغلنا على العمود الاول منه بريد امامي كمان على العمود الاخير اذا انا رجعت اقرر من نفس الغرزة اللي كنا بنشتغلها بنفس الطريقة كده بريد امامي ستة عمودة بريد امامي وهكذا هقرر على كل حروف الفي اللي موجودة معايا والحد ماوصل على اول زاوية على الدول اشتغلت على حروف الفي بنفس طريقة العمل كده ووصلت على اخر حرف الفي قبل الزاوية اشتغلت عليه بريد امامي ستة عمود بريد امامي انا كده قبل الزاوية بعمل ايه منسيش اخد السلسلتين واحد اتنين واشتغل الزاوية على منتصف الزاوية زي ما احنا شايفين يعني بقرر من نفس العمل كده وهنفضل نرتفع بنفس السطرين هما هما بنحفظ فقط على مكان الزاوية وسطر بنكون في حروف ال V وسطر بنكون الغرزة اللي احنا بنشتغالها على حروف ال V كده ومنساش السلسلتين اللي باخدهم قبل وبعد الزاوية هما دول مكان التزايد لاني باجي على سطر حرف ال V وباشتغل اول حرف V عليهم تمام يبقى اذا فيه ورزة بتزيد هنا وورزة بتزيد هنا فاذا ما اشتغلتهمش يبقى مكان التزايد بتاعك او طريقة التزايد على الدور مش هتبقى سليمة هرتفع من نفس السطرين كده وافضل اقرر لحد اما القطع دي تجيب معايا مقاس الباط المناسب ارتفعت بالسطور لحد ما بقى عندي يعني مقاس باط مناسب وكمان خط كده مناسب لما بتوصلي على القياس ده كده هنبتدي ان احنا نقفل على الدور اللي جاي خلي بالي اني دايما بنتهي عند السطر اللي هقفل عليه بسطر الغرزة مش سطور حرف V سطر حرف V اللي هنقفل به تمام يبقى هننهي دايما عند السطر اللي فيه الغرزة فبعد ما وصلت على مكاني كده انا يفترض انا على نهاية الدور هقفل غرزة منزلقة بشكل طبيعي خالص بعد اخر غرزة اشتغلتها شايفين اشتغلت على اخر حرف V بريد امامي ستة عمود بريد امامي اخدت السلسلتين اللي قبل الزاوية بشكل طبيعي وهاجي على سلاسل الارتفاع وانهي الراوند بشكل عادي خالص زي من اول القطعة وهشتغل منزلقة على اول غرزة وكمان منزلقة على منتصف غرزة الزاوية علشان يبقى ارتفاعي سليم زي ما بشتغل بالزبط تمام كده فعلى الزاوية هعمل ايه هرتفع بغرزة حرف V هرتفع بخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة هم عمود وبعدين سلسلتين هم الفراغ يبقى خمس سلاسل ولف الخيط على الابرة وفي نفس المكان ارجع اكون عمود بلف تيب انا اشتغلت اول حرف V على الدور بالشكل اللي احنا شايفين وكده على منتصف الزاوية تمام هعمل ايه دلوقتي هتخطى كل الجزء ده مش هشتغل عليه بالشكل ده كده وهروح من على وش الشغل اخلي بالي من على وش الشغل وهروح اشتغل على منتصف الزاوية المقابلة شايفين انا تخطيت كل الجزء ده كده وهروح على الزاوية المقابلة على الاتجاه التاني وهشتغل برضو حرف فيه جوه اه اه المنتصف بالشكل ده على مكان الزاوية نفسها ماشي هسحب عمود بلفة من نفس العمود حلقتين في حلقتين اخد سلسلتين وفي نفس المكان ارجع اكون كمان عمود بلفة يبقى انا اشتغلت ورزة حرف الفي بالشكل ده اصبح عندي فيه على اه 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 ان الزاوية الاولى وفيه على الزاوية التانية تمام وتقفل معايا البط بالشكل اللي احنا شايفين وكده هبتدي اكمل بالسطر بتاعي بشكل طبيعي خالص زي ما بشتغل من اول القطعة بس هبطل اعمل السلاسل اللي كنت باخدها قبل الزاوية خلاص مش معايا زاوية اصلا اه طيب انا هعمل اي دلوقتي هشتغل بشكل طبيعي على السلسلتين اللي كانوا معايا على اه اه الدور اللي فات هشتغل على تاني سلسلة منهم بعد الزاوية كده هشتغل حرف في ادي عمود سلسلتين كمان عمود في نفس المكان على الدور اللي جاي مش هيبقى فيه اي سلاسل شايفين هيبقى خلاص مفيش اصلا زاوية نشتغل بعدها سلسلتين وقبلها سلسلتين هيبقى ده اخر تزايد بالنسبة لي زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت على السلسلتين اللي قبل الزاوية السابقة وبعد كده هنشتغل بشكل طبيعي حروف الفي زي ما كنا بنشتغلها بالزبط على منتصف الغرز اللي موجودة معايا فهلف الخيط على الابرة على الغرزة اللي في المنتصف ما بين الست اعمدة بالشكل ده كده وهشتغل اه عمود سلسلتين وكمان عمود في نفس المكان وهقرر على منتصف الغرزة اللي جاية بنفس الطريقة شايفين الست اعمدة اللي في المنتصف فيه سلسلة على المنتصف كده هدخل في الفراغ اشتغل عمود سلسلتين وكمان عمود وهقرر بنفس الطريقة على منتصف كل غرزة هتقابلني آآ بغرزة حرف الفي ولحد ما اوصل على الزاوية اللي في الاتجاه التقل فين حرف في منتصف كل غرزة بالشكل اللي احنا شايفينه كده وصلت على اخر غرزة واشتغلت على المنتصف حرف في الحرف الفي الاخير بالنسبالي هاخده على السلسلتين اللي هم اخر تزايد بالنسبالي مش هيبقى السلسلتين دول مش هيبقى لهم موجود بعد كده تمام هاخد عليهم حرف الفي في مكانه الطبيعي آآ زي ما كنت بشتغل على الصدر المربع كده هاخد عمود سلسلتين عمود ده كده اخر حرف في معايا وصلت على الزاوية جوه الزاوية نفسها هشتغل حرف فيه هنتقل بالشكل ده كده شايفين من غير سلسلتين هنتقل جوه حرف منتصف الزاوية مباشرة كده واشتغل عمود سلسلتين وكمان عمود بالشكل ده كده ابقى لفيت بحرف الفي تمام هعمل اي دلوقتي هتخطى كل الجزء ده ايضا على وش القطعة كده واروح على الاتجاه المقابل على آآ اخر زاوية معايا وهاشتغل جوه الزاوية حرف فيه هلف الخيط على الابرة من مكان ما احنا موجودين على طول كده واشتغل جوه الزاوية اللي جاية حرف فيه مقون من عمود سلسلتين وكمان عمود نفس حرف فيه اللي باشتغله اصبح انا قفلت الباط في الاتجاه التاني واصبح معايا بالشكل احنا شايفينه كده تمام اصبح فيه حروف فيه داير ما يدور الدور كله حتى اسفل الباط تمام هكمل الشغل بتاعي بشكل طبيعي ادي السلسلتين اللي معايا اخر سلسلتين موجودين اه زي ما قلتلكم كده هنشتغل حرف فيه في مكانه الطبيعي زي ما كنا بنشتغل على السلسلة رقم اتنين ادي اه اه عمود سلسلتين وكمان عمود واضل معايا ان انا اشتغل على اه اخر دلع هشتغل بشكل طبيعي ولحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة تانية بشتغل على منتصف كل غرزة في اه منتصف الست اعمدة اللي اه على المنتصف كده في سلسلة الفراغ اه نفس حرف الفي عمود سلسلتين وكمان عمود بلف بالشكل ده كده على منتصف كل غرزة وهقرر والحد ما اوصل على بداية الدور مرة تانية شايفين اشتغلت بنفس حروف الفي كده ووصلت على بداية الدور اخر حرف في هيبقى على السلسلتين اللي قبل اخر زاوية معايا على السلسلة رقم اه واحد اللي هي تعتبر السلسلة اللي جنب الغرزة كده وهياخد عمود سلسلتين وكمان عمود بالشكل ده كده ده اخر تزايد معايا على الدور اللي جاي زي ما احنا شايفين هيبقى معايا حروف في اه يعني متصلة كده بدون اي سلاسل وهيبقى الشغل اه داير ما يدور فانا كده اه وصلت على بداية الدور ده كده اول حرف في اشتغلته شايفين على اول اه اه الدور هعمل ايه هعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة اقفل غرزة منزلقة بالشكل ده كده ابقى نهيت الدور شايفين اصبح داير ما يدور بيه غرزة اه حرف الفي على الدور اللي جاي هنبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا بشكل طبيعي خالص فمن مكان ما احنا موجودين كده على نفس المكان اللي قفلنا فيه منزلقة شايفين هرتفع سلسلة واحدة وبعد كده هلف الخيط وعلى نفس اه غرز اللي ارتفاع اللي قفلت فيها هنزل اسفل العمود بالشكل دا كده دا يعتبر العمود الاول لحرف الفي فهنزل اشتغل بريد امامي اسفل العمود واسحب الخيط وارتفع بالبريد الامامي بشكل طبيعي شايفين اشتغلت بريد امامي جوه حرف الفي هرجع اشتغل من نفس الغرزة اللي باشتغلها ستة اعمدة تلاتة سلسلة تلاتة ادي العمود التاني التالت اخد سلسلة وفي نفس المكان اكون كمان تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة بالشكل دا كده اشتغلت الستة اعمدة جوه العمود الاخير لنفس حرف الفي بعمل ايه بريد امامي زي ما بشتغل من بداية القطعة بالزبط رجعت اقرر على حروف الفي بريد امامي ستة عمود تلاتة سلسلة تلاتة ثم بريد امامي على اخر حرف اه دلوقتي هكرر بنفس الطريقة شايفين اسفل الباط اهو احنا بنمر عليه اصبح عندي يعني جرزة حرف في جاية اهي هشتغل عليها بشكل طبيعي من مكان ما احنا موجودين بعد اخر جرزة كده هلف الخيط واشتغل على العمود الاول اللي جاي لحرف الفي بريد امامي جوه هشتغل ستة اعمدة واحد اتنين تلاتة سلسلة وكمان تلاتة على نفس المكان واحد اتنين تلاتة وبعدين بريد امامي على اخر عمود لحرف الفي ازا هكرر من نفس اقرار الغرزة اللي كنا بنشتغلها كده داير ميدور اصبح عندي حروف في على مدار الدور كله حتى اسفل الباطل اللي في اتجاه التاني وهلف بالدور كله والحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة اصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض كده السطر بتاعي بقى عبارة عن سطر مقفول مقفوش اي تزايد او اي زوايا فقط غرزة اه الحرف الفي ولفيت عليها بنفس الطريقة اللي بنشتغل عليها بريد امامي 6 عمود بريد امامي وهكذا والحد نهاية الدور اه كل الدورين اللي بعد كده اللي هيجوا معي على اه جسم اه البلوفر او البلوزة بنفس الطريقة كده لحد النهاية هنشتغل ببطرون اه السطرين اه سطر اه حرف في وسطر بنشتغل على حروف الفي بنفس الطريقة طبعا اه بدون اي تزايد او زوايا خلاص هيبقى سطر اه مغلق كده داير ميدور نهاية السطر بيبقى ازاي شايفين اشتغلت على اخر غرزة اه حرف في معايا اشتغلت بنفس الطريقة اهو بريد امامي على اخر عمود منها وخلصت ونهيت اه اصبح انا عند بداية الغرزة اللي بدأت من عندها الدور فاكرين الغرزة الارتفاع اللي بدأنا من عندها اول بريد امامي هقفل في طب غرزة البريد الامامي بالشكل دا كده اه غرزة اه منزلقة وانهي الدور تمام علشان ارتفع لسطر اه حرف الفي ويكون ارتفاعي سليم مكان حرف الفي اصلا بيبقى على منتصف الغرزة اذا من المنزلقة اللي بقفل بيها كده هشتغل منزلقة في منزلقة في منزلقة على اي غرزة هتقابلني والحد ماوصل على الفراغ اللي في المنتصف بالشكل اللي احنا شايفينه كده وصلت على فراغ الغرزة اصبح انا ممكن اشتغل حرف الفي الجديد ويبقى ارتفاعي سليم تمام؟ ده بنعمله على كل دور بنيجي نكون حروف الفي فهرتفع واحد اتنين تلاتة هم العمود وبعدين سلسلتين يبقوا خمس سلاسل اللي هم العمود والفراغ وبعدين هلف الخيط وفي نفس المكان هكون عمود بلفة اذا انا كونت اول حرف في معاي على الدور هلف بالدور بنفس طريقة العمل بدون اي تغيير على منتصف كل غرزة بتقابلني بشتغل حرف الفي نفس حرف الفي عمود بالشكل ده كده شايفين على منتصف الستة اعمدة في السلسلة سلسلتين وكمان عمود وهكرر ولف بالدور كله لحد ما وصل على البداية بتاعته مرتا في الداير ما يدور بي حروف الفي بالشكل ده كده وصلت على النهاية بنهي الدور ازاي بعد اخر حرف في باشتغله على منتصف اخر غرزة كده على حرف الفي الاول على الدور بعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة بقف الغرزة منزلقة بشكل طبيعي الدور اللي جاي على السطر اللي فيه الغرزة انا هنا كده على الدور ده ببقى وقفة في المنزلقة على الارتفاع السليم فمش محتاج ان انا انتقل من مكاني على طول هشتغل بعد المنزلقة بارتفع سلسلة واحدة بس وفي نفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة اللي هو سلاسل الارتفاع بيعتبر معايا العمود الاول لحرف الفي هلف الخيط على الابرة وانزل اشتغل البريد الامام من اسفل العمود بالشكل ده كده وارتفع بالعمود بتاعي واشتغل بقية الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي جوة حرف الفي باشتغل ستة عمود بلفة تلاتة سلسلة تلاتة كده اشتغلت تلات عمدة اخد سلسلة وفي نفس المكان هكون تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اشتغلت الستة عمود هلف الخيط وعلى اخر عمود لحرف الفي نفسه اللي انا وقف عليه وهاشتغل بريد امامي اذا هرجع اقرر من جديد هنتقل على حرف الفي اللي جاي واشتغل بريد امامي ستة عمود بريد امامي وهكذا باجي على النهاية اقفل في طب اول غرزة بريد امامي اشتغلتها بس على دور حرف الفي عشان ارتفع ويكون ارتفاع سليم باشتغل من المنزلقة اللي بقفل بها هنا كده منزلقة في منزلقة في منزلقة لحد ماوصل على فراغ السلسلة اللي في المنتصف ارتفع خمس سلاسل ويكون اول حرف فيه وهلف بالدور اللي فات ده من جديد بلف بالدورين وارتفع هنرتفع بالسطور لحد طول البلوزة او البلوفر المناسب ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده ارتفعت لحد ما وصلت للطول المناسب جيت على النهاية اشتغلت اخر سطر باللون اللي بدأنا به البلوزة ما عملتش اي اطارات ولكن اشتغلت من نفس الغرزة اتفقنا انه الغرزة بتاعتنا عبارة عن سطرين وبيتقرروا سطر حرف الفي والسطر اللي فيه بنشتغل على حرف الفي بريد امامي ستة عمود بلفة بريد امامي انا جيت على النهاية اشتغلت حروف الفي بالنفس اللون الازرق ولكن الغرزة اللي اشتغلتها على حروف الفي في النهاية اشتغلتها بلون مخالف فادداني الشكل اللي احنا شايفينه وكده ما بنحتاجش نشتغل على الغرزة اي اطار فقط لو غيرنا اللون بالشكل ده كده يبقى الاطار او نهاية العمل بان معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قد ايه حلوة قوي انا كده على النهاية مش هرتفع من جديد التول ده كده بالنسبة لمناسب المفروض ان انا على نهاية الدور بشكل طبيعي اشتغلت على حروف ال V اهو وعلى اخر غرزة وبعد كده هقفل منزلقة بشكل طبيعي على طب اول غرزة بريد امامي بدأت بيها الدور واخد سلسلة تأمين هرفع الخيط وهقص انا هنا العمل على البلوزة بالشكل ده كده بنبتدي نشتغل ونبني الاكمام على الكم زي ما احنا شايفين انا بنيته في اتجاه وهنبنيه مع بعض في الاتجاه التاني هنيجي اسفل الباط زي ما احنا شايفين هيبقى عندي غرز منتظمة من نفس الغرزة وكل اللي انا هعمله اني هلف بنفس بترون الغرزة على الغرز المنتظمة كده هوصل الخيط فين زي ما احنا شايفين اسفل الباط هنا في زويتين الزويتون دول هشتغل عليهم على منتصفهم بنفس الطريقة اللي بشتغل عليها على الغرزة بتاعتي فهاجي على الزاوية اي زاوية منهم اللي اسفل الباط كده وعلى منتصف الزاوية ابتدي اوصل الخيط مرة تانية وعلى منتصف الزاوية هرتفع بي خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طبعا اخر سطر موجود معايا هنا هو سطر الغرزة يبقى الدور على سطر حرف V ارتفعت خمس سلاسل وهرجع الف الخيط وفي نفس مكان الارتفاع اكون عمود بلفة يبقى انا كونت اول حرف V على الدور بالشكل دا كده تمام هاجي على الغرزة اللي بعدها شايفين الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي خالص وعلى منتصف الغرزة هتكون من نفس حرف V اللي كنت باشتغله عمود سلسلتين وكمان عمود على نفس المكان اصبح انا هلف بالدور مرة تانية بنفس طريقة العمل اللي كنا بنرتفع بها على جسم البلوزة هنا في عمود اهو هاخد سلسلتين وكمان عمود وهقرر على منتصف كل غرزة هتكون حرف V والحد ما وصل على بداية الدور مرة تانية ارتفعت من نفس حروف V كده زي ما احنا شايفين مع بعض ووصلت على نهاية الدور اخر حرف V باشتغله على الزاوية الخلفية شايفين احنا بدأنا من عند الزاوية الامامية ووصلنا للزاوية الخلفية يبقى اخر حرف V هشتغله على منتصف الزاوية الخلفية كده اخد عمود سلسلتين وكمان عمود نفس حرف V اللي باشتغله كده وهوصل على حرف V الاول اللي اشتغلته على الدور واقفل بنفس طريقة العمل بالزبط على تالت سلسلة وهقفل غرزة منزلقة دلوقتي انا اشتغلت سطر من حرف V بالشكل ده كده هلف طبعا بالغرزة بشكل طبيعي بارتفع من المنزلقة كده سلسلة واحدة هلف واشتغل على نفس مكان اللي افلت فيه منزلقة اول بريد امامي هسحب بالشكل ده كده العمود بشكل البريد الامامي ثم جوه حرف V هشتغل الستة عمود بتوعي اللي باشتغلهم تلاتة عمدة بالشكل ده كده اخد سلسلة وفي نفس المكان هرجع اكون كمان تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة اخد اخر بريد امامي على الحرف V بالشكل ده كده وبقى انا رجعت اشتغل من نفس الغرزة مرة تانية على كل حرف V هيقبلني بريد امامي ستة عمود بريد امامي وهكذا لحد النهاية باجي اقفل منزلقة وعشان ارتفع لحرف V من جديد لازم انتقل بمنزلقة في منزلقة في منزلقة لحد ماوصل على منتصف اول غرزة ارتفع خمس سلاسل وكون اول حرف V ولف بالطور من جديد اذا بنفس تقرار السطرين هما هما زي ما احنا شايفين كده بنفس الطريقة اللي ارتفعنا فيها على جسم البلوز انا ارتفع اصبح عندي سطر منتظم كده وهلف من باترون الغرزة اللي هو عبارة عن سطرين سطر حرف V والسطر الغرزة بالشكل ده وهرتفع بيق القم بالطول اللي تحبيه ارتفعت على القم في الاتجاه التاني زي ما احنا شايفين مع بعض انا ارتفعت بسطرين ازرق والسطر التالت اشتغلته من نفس اللون اللي نهيت بيق البلوزة اصبحت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا انسي اذا حابة بنفس طريقة العمل بالزبط بنرتفع من نفس باترون الغرزة كده بالسطرين لحد طول القم المناسب لو حابة تشتغليها بكم كامل بتشتغلي القم بالكامل وفي النهاية برضو ممكن تشتغلي اخر سطر به نفس الطريقة كده احنا كده نبقى انتهينا اخر مرحلة موجودة معايا كل زوائد الخيط اللي موجودة كده بلضمها في ابرة التنظيف واجي على خلفية الشغل من جوه ودخلها بسراجة عادية خالص عشان اتخلص من زيادات الخيط بالشكل ده كده بعد ما بتدخل معايا على الغرز شوية بتخلص من الزيادة وقصة اده يبقى انتهى تطبيق النهاردة زي ما احنا شايفين قد ايه من التطبيقات السهلة والبسيطة كمان بجرزة جدا مميزة اتمنى انك تجربيها معايا ويا ريت كل الاستفادة النهاردة ما ينساش اعمل اللايك اذا بتتبعوني او بتشوفوني لاول مرة وحبين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن وفعلوا شارة الجرز يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة